المديرة التنفيذية 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 الآن أقل يعني استونا من أنت هنا السنة هذا القصد وعي اجتماعي قادم بإذن الله يعني لا ننكر وجود العنف ولا نتهرب من المسؤولية لكن نقول أن كل ما للمجتمع يكون لديه وعي في ذلك طيب العنف هذا يكون دائما ضد المرأة واللي ضد الطفل واللي ضد البنج أول شيء يا أخوي عبد الله لازم يعني نعرف ما معناه العمر هو استخدام القوة والسلطة على الشخص الضعيف الذي لا يستطيع أن يقاوم لذلك جرت العادة اجتماعيا أن يكون الرجل هو صاحب السلطة المطلقة في البيت تجاه الزوجة وتجاه الأبناء فلا نستغرب أن نجد الرجل يعني 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 في الأبناء أو الزوجة يعني باستمرار سواء داخل البيت أو خارجه من أجل أنني أنا رجل أو أفرض سلطة كما يعني لا نقص عليه كثيرا الرجل يقول أنه هو دائما كذلك الزوجة يكون يعني لديها شطحات انصح التعبير تجاه الأبناء بتعنيفهم وكل الجانبين مخطئ لماذا لأنهم يعتقدون أن العنف هو الوسيلة لتقويم السلوك الخاطئ سواء كان الرجل أو كانت المرأة فهذه النقطة يعني انصح التعبير أن هذه الإحصائيات التي نسمعها سواء في السابق أو في اللاحق هي ما يظهر أمام وسائل التواصل أو ما يصل إلى الجمعيات على استحياء والحقيقة الذي تحت الطاولة يعني عظيم جدا والسبب يعود للبنية الاجتماعية التي تتخذ العيب ستارة لكثيرا من القضايا ما هذا اللي أنا أقوله يعني الآن الأرقام هذه بس اللي وصلت للجمعية في أرقام أكبر وأخطر ممكن تكون أنها وصلت لأنه أحيانا تقول ودها يعني تهتم بأيالها زود ودها أنها يعني تمشي الحياة كذي ما يقول أخي عبد الله حل مشكلتنا دائما نعقد اجتماعات نظهر أرقام لكن كحلول ميدانية التي لا نجدها بكثرة في هذه النقطة نحن نحتاج يا سيد الكريم إلى الرعاية المنزلية تامة ولا تتأتى إلا بالوقوف على المسببات المنطقية للعنف يعني لو لاحظت أن الرجل له مسببات خاصة المرأة لها مسببات خاصة وكذلك هناك مسببات مشتركة بين الأثنين على ظوئها يكون العنف يعني لو جئنا للرجل وننظر لأحد المسببات التي يرى يعني يراها المختصين أنها تدعو العنف هي التنشئ الخاطئة للرجل في يوم الأيام يتوقع أن العنف والقوة هي الوسيلة يعني الفضلة للتربية فيريد أن أبناء يعني يسيرون على هذا النهج يعنفهم ليصبحوا مثله ما هو دكتور هذا اللي أنا أبغى أصلى يعني أنا أبغى ربي الولد الآن لازم أني أشد عليه لازم أني أضربه هذا شيء يعني موروث أنا أتفق معك أخي عبد الله أنا أضرفت لك فقط مثل واحد كذلك ممكن يكون العام الاقتصادي يعني في البيت يعني تكون ميزانية الأب أو ديون أو خلافة فعندما تكثر الطلبات داخل البيت يهرب الأب والزوج بالعنف سواء لفظي أو جسدي كذلك ربما شعور الرجل بالضعف أمام المرأة ما يستطيع قاوم يعني قوتها أو سلطتها عليه فيهرب إلى العنف الأبناء بينما لو نظرنا للجانب الآخر للمرأة وما يختص بالمرأة من العنف أحيانا العامل النفسي له دور كبير إذا كانت دائما تشعر يعني بالإهانة والانكسار أمام الرجل حتى الأبناء نفسهم يعني يرون ضعف أمهم أمام أبيهم فإنهم مباشرة سوف تحاول أن تكون نتيجة عكسية تريد أن تظهر القوة عليهم فتعنفهم هناك سبب يعني ربما البعض المختصين يقولوا على استحياء المرأة بعادتها يعني يكون لها ظرف شرعي نهاية كل شهر بالإضافة إلى بعد الاكتئاب بعد الولادة كل العاملين يسببان يعني نقص في التركيز لدى المرأة لا نتهمها بالجنون وخلافة فيزعل علينا الأخوات المستمعات لكن نقول أحيانا عدم إدراك الموقف الذي تقف فيه أمام أبنائها بتعنيفهم ومضربهم لأنها تكون نفسيتها تعبانة أحيانا يكون هناك سبب مشترك بين الرجل والمرأة يعني أحيانا يكون الزواج في سن صغيرة عدم إدراكهم لأهمية وقيمة الأبناء وتربيتهم يعني لزمانهم أحيانا يكون الطلاق يعني أحد العوامل التي تجعل أحد الزوجين يتسلط على الأبناء بالتعنيف نحن كمختصين لو قمنا بدراسة شاملة ووضع هذه المشكلات أمام المسؤول يعني أنا بالمناسبة خليني أنا أقول لك أعبر لك عن فرحتي تعين الدكتورة تماظر الرماح لسبب واحد لأن المرأة إذا وقفت على مشاكل المرأة سوف تكون أكثر مصداقية في إيجاد الحلول طيب أنا بس بروح الجانب أنت ذكرت وقلت أنه في فترة في الشهر عند المرأة تكون يعني نفسيتها بس أنه مم معقول أنه يعني كل شهر تضرب العيالة وتمصعهم وفي الأخير تجي تقول يصبر عليها مم معقول يعني هي بتصير تستخدمها أدت تران الفترة هذه والله يعني بتمحط العيالة حرامة أخي عبد الله أنا ذكرت لك قلت لك بعض النساء ربما يكون لديها هذه المشكلة أنا ذكرت لك أن أحيانا تكون حالات اكتئاب تمر بهذه الفترة تصيب المرأة يعني فتكون عنيفة في ردودها حتى مع الزوج لا يتحملها في هذه الفترة فتكون هي ربما عنيفة معه في ردودها نحن لا نقول كل النساء ولكن نقول البعض ربما يكون هذا أحد المسببات العنف لدى المرأة لكن الرجل للأمانة يعني يقول يعني ليش أنك تسيرين عنيفة و ليش كذا كذا خليك ريلاكس خليك باردة المفروض ما تسوي كذا و ربما يتخذ هو معها أسلوب العنف أنها ما يمهتم فيه و ما يدري بهذا العذر طيب فنحن نحتاج إذ ما ذكرت لك أن نقف على كافة هذه المسببات ندرسها دراسة كاملة نجد الحلول في ضوئها طيب الكلام دائما من قبل مختصين أمثالك يا سيدي لو نستفيد منهم يجي يقول لك إذا تهاوش الرجل وزوجته لازم يروحون مكان منعزل ويتهاوشون بعدين يرجعون للأطفال ما يبين ما الهوش جاءت في المكان الذي فيه العيال وش السوات؟ أحسن تبارك الله فيك هذا جدا سؤال وجيه نحن لدينا مشكلة يا عزيزي فيما يسمى بالتأهيل ما قبل الزواج والتأهيل ما بعد الزواج بمعنى أن دائما يركزون على المتابعة الطبية لما قبل الزواج ونسوي فحص ما قبل الزواج وكذلك ارخصوا لنا المهور وسووا لنا كذا وكذا والتكاليف أوكي متفقين على هذا لكن هل أحد قال أن المشكلات الزوجية التي تحدث أنها تحدث قبل الزواج مباشرة؟ لماذا؟ لأن الرجل والمرأة عندما اقترنان يأتيان من بيئتين مختلفتين صح فيصبان في مكان واحد كل منهما لديه ثقافة ولديه عيوبة ولديه حسنات هذه عندما يجتمعان مع بعض كل منهما يريد أن يفرض رأيه وسلطته على الآخر سواء بالقوة وخلافة سواء أمام الأبناء وخلافهم لكن لو فرضنا فرضا أن يكون هناك شرطا لإتمام هذا الزواج الالتحاق وهذا ما نعوله على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن يكون هناك شرطا مع وزارة العد لأن لا يتم عقد القرآن ما لم يحضر الزوجان أو المقدمان على الزواج شهادة بإتمام دورة التأهيل من قبل الزواج لماذا؟ لأن كل منهما سوف يتعلم كيف يتعامل مع الآخر نحن لا نقول أنه ترى بتتهاوشون في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية لا على أقل تقدير نعطيهم الخطوط العريضة كيف تتعامل مع الخطأ كيف تتقبل الخطأ متى ترد ومتى تحجم هل أنا أرد وقت قضبي أو دون ذلك نحن نريد أن نعطي استراتيجيات للحلول والتعامل مع الأخطاء نحن نتكلم عندكم في برنامج جلمان الأسري وأغلب الجمعيات الخيرية وأيضا الوزارات المختصة يأتي يقول لك العنف فيه عنف يا سيدي لفظي ممكن أنه تضرب الطفل أو تضرب المرأة عندها أهوة من بعض الكلام أحسن اللي يعني ممكن يأثر عمر فهذا العنف ليش ما هم مذكور عندنا وهل هو زايد وأكثر من العنف الجسدي ولا لا أنا أتفق معك أخي عبد الله أن العنف اللفظي يسقط سهوا وربما متعمدا يعني نقول هذه الكلمة في الجمعيات المهتمة بشأن الأسرة لماذا؟ لأن العنف اللفظي لا نستطيع حصرة يعني الأب تكلم على الأم أو على الأبناء داخل البيت هل يحتاج مني أن أسجل كل ما قال الأب وكل ما قالتها الأم صعب لكن الخطوط التي وضعتها الوزارات والجمعيات المعنية بذلك لاستقبال الاتصالات حتى هي لا تستطيع أن تعطيك حلا جذريا لهذه المشكلة صحيح فمثلا لو اتصلت البنت أو الابن قال والله والدي دائما يتلفظ علي بألفاظ نابعة أو ألفاظ سيئة أشعر بانكسار داخلي أشعر حتى أحلامي تحطمت بسبب أن أبي وأمي دائما يهينني بالكلام أي ما في حل ذلك أنا أحسنت هم دائما يعطون استراتيجية واحدة وهي بر بأبيك وأمك مهما قال وهذا أكبر غلط أنا لا أقول لا بر بأبيك وأمك لكن أحيانا نحتاج من الجمعيات والجهات أن تكثف التوعية داخل المساجد داخل المدارس داخل الجمعيات المراكز في الأحياء كيف يتعامل الأب مع أبناءه والأم مع بناتها صحيح لماذا يا سيد الكريم لأن هؤلاء الأبناء والبنات وخذها مني قاعدة هم بذر نضعه في الأرض ونغرسه ونعتني به وكلما اعتنينا به عناية كاملة سوف نجني ثمارها مستقبلا لكن إذا كان الأب والأم دائما يسقونهم بالكلام النابي والكلام الخاطئ فسوف تجده على ألسنتهم سوف تراه في سلوكهم يعني كل هذه ستنعكس ربما سيد الكريم سمحتني في ذلك سوف يأتي مستقبلا يتزوج ذلك الابن المعنف ويعامل زوجته بنفس الأسلوب لأنه كان يرى قدوته صحيح كذلك البنت عندما ترى أمها تتعامل معها بعم سوف يأتيها أبناء في ذلك خلينا نروح للعنف من ناحية ثانية نسمع بالعنف ضد الرجل وكلنا مستحيم من الكلام في الموضوع هذا بس إن شاء الله عندي الشجاعة أني أتكلم عنه لا لا فيه عنف ضد الرجل أحيان رجل يعني يأخذ على رأسه أحيانا أنا أقول لك يا سيد الكريم هي سببين فقط أخذها مني السبب الأول ربما ضعف الرجل أمام القدرة المالية للمرأة يعني إذا عندها دراهم الرجال يكون شوي مرخي لماذا كثير من الأشناب ما شاء الله اللي ركبوا جموس وسيارات ترى من أكتاف زوجاتهم لازم نؤمن بالشيء هذا فلذلك يشعر بالضعف أمام هذه القدرة المالية يعني حتى لو تهينه ما يفتح فمه ويأتي من الخفاء ويقول زوجتي تعنفني دكتور أنت تكون على رجال واجد واضح نكتمون عليهم واجد فيها السبب الآخر سيدي الكريم أن بعض الزوجات زي ما يقولون تشد ظهرها بأهلها بمعنى أن الرجل يكون يأتي من بيئة لا يكون التواصل الاجتماعي فيها قوي بمعنى أنه ربما يكون هناك قطيعة بينه وبين أهله بينه وبين أعمامه أخواله فلذلك دائما يكون تواصله مع أهل الزوجة في مناسباتهم طلعاتهم نزلاتهم فالزوجة تشعر بالقوة أنه لا يستطيع استغني لا عن أهلها ولا عنها ربما يكون توصطه ولا ربما ساعده فهي تشعر بالزهو في ذلك ربما لو عنفت وقتها لا يفتح فمه أما المسببات الأخرى أنها قوية البنية وخلافه فهذه نادرة لكن السببين الذين ذكرتم لك هي المنتشرة والبحث في حقيقة بعض الرجال تجدها فيهم أنا شكر لك ومقدر الدكتور عبد الرحمن القراش عضو برنامج الأمان الأسري من الدمام شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية